موديل تس فايف نمبر وان كومبليت وان الاب لين سيجمت عبارة عن او ب الاول موجودة على الاسي فيبقى الاب لين نفسه تبقى هنزل الاب لين على الاسي تبقى هي البوينت دي يعني الاب لين سيجمت نمبر تو بي دي سكوير ايكولز اي دي ملتبلاي باي تبعا هيبقى ملتبلاي باي سي دي ال بي دي لما رسمته البربينديكلر لاين هنا اساملي الاسي الهول هايبوتنوس لتو بارتس هو عبارة عن البرودكت او في التو بارتس يبقى ال بي دي سكوير ايكول اي دي باي ال سي دي تب بي دي سكوير ده بقى ايكوليدس بي سكوير ايكول سي اي الهول هايبوتنوس multiply by cd اللي هي طبعا number four triangle a b c similar to two triangles triangle a b c اللي هو الكبير اللي برا ده اللي هو right angle at b اكيد هو similar to right triangles اللي هو a b d و c b d بس اللي يهميه هنا ترتيب الحروف يعني مش هقول زي ما انا قلت كده a b d و c b d لا لازم اكتب الحروف مترتبة طب اول triangle اللي هو في right hand side اللي هو ال a b d اللي هنقوله دلوقتي ما جزن a b d اكتب ترتيب الحروف ازاي هو مدينة triangle a b c ال b اللي هو الليتر اللي في النص دي هي right angle الكورروسبوند اللي هي اكيد right angle في الترينجل a b d اللي هي l d يبقى هكتب ال d في النص اوكي وال a وال c اللي هما اول ليتر واخر ليتر a c ده الhypotenis يبقى اللي اقصاده فعلا a b يبقى الhypotenis في ال right angle الهو في ال right hand side اللي هو ال a b d هو ال a b اوكي هنلاحظ كده ان ال a هي ال a نفس ال angle common angle يبقى اكيد ال a كورروسبوند ال angle a وال b اتفقنا اللي هي right angle الكورروسبوند لها هي ال angle d ويبقى ال c كورروسبوند لها ال b طب في الترينجل اللي هنقوله مجازاتا دلوقتي b c d احنا اتفقنا ان ال الترينجل هو a b c ال b في النص هي ال right angle يبقى هكتب ال d اللي هي ال right angle في النص طيب ال c اللي هو تالت حرف في الترينجل a b c يبقى ال angle c اكيد equal angle c ناحية التانية يبقى لازم هكتب اللتر اخر اللتر عندي c يبقى اللتر النقص اللي هو ال b هكتبه في البداية يبقى b d c number five the parameter of triangle b a d to the triangle c b d طبعا هوا مش مديني اي given غير side a b b 3 وال side b c before فاكيد الرشي هتبقى 3 to 4 ليه 3 to 4 مش 4 to 3 هوا مديني الترينجل b a d في البداية بعد كده الترينجل c b d حتى هنلاحظ اهو ال b a والنحية التانية to second side يبقى انا بجيب عالحسب بردو الترتيب الحروف اللي هو مديني side b a موجود في الفرسترينجل اللي انس فيه ب 3 والside b c في الترينجل التاني اللي انس فيه 4 يبقى 3 to 4 number two one the length of two adjacent side in a parallelogram is 6 to 7 and the length of the greater height is 5 cm than the area اي parallelogram بيبقى لي two phases وtwo heights بيبقى فيه great pace بيبقى ال height بتاع الباز ده او ال correspond height لها هو small height يبقى الباز الكبيرة ال height اللي عليها بيبقى صغير والباز الصغيرة بيبقى ال height ال perpendicular اللي عليها بيبقى كبير العكس اوكي هو مديني two phases 6 و 7 ومديني great height يبقى great height اللي هو 5 هو ال perpendicular line اللي على small base اللي هي 6 يبقى area based by height يعني 5 by 6 equals 30 number two a rhombus whose diagonal length is 24 و 10 تبقى ال area تعود مباشر في الرول عندي الرول half by diagonal 1 by diagonal 2 مديني هو مديني هنا two figures rectangle و square وبيقول ان two areas equal ومديني dimensions of rectangle يبقى من dimensions دي قد رجيب area of rectangle area of rectangle equal length by width يبقى 16 by 9 تديني 144 cm square وهو كان ايال ان two areas equal يبقى اقول ان area of square هي 144 cm square هو بقى عايز side length of square بقى side length ازاي side equal square root of area يبقى square root of 144 تديني 12 cm number 4 the area of triangle هو sides 3 4 5 triangle ده مشهور جدا بيكتصير اول triangle هو 3 4 5 ده معروف ان هو right angle triangle لو مش متأكدين هنجيب اطول side الهو 5 هنشوف 5 square تديني 25 3 square plus 4 square هتديني برضو right angle triangle يبقى 2 sides of right angle هما 3 وال4 يبقى هاعتبر واحد فيهم الباز والتاني هو الهيط يبقى area of triangle half by base by height يعني half by 4 by 3 تديني 6 centimeter square number 5 a trapezium whose middle base 8 then the length of the parallel bases may be equal يعني ايه middle base هي البيز اللي بتبقى النص بالزبط between the two bases the two parallel bases يطرى ال8 في النص بالزبط ما بين 3 وال5 ولا بين 6 وال10 اكيد ال8 في النص ما بين 6 وال10 لان 6 plus 10 by 16 divided 2 تديني 8 number 3 a in the opposite figure triangle cde similar to triangle cba وم الدين cde وال ade والce e والab find b e and d اول حاجة بنجيب similarity منين من الترتيب الحروف اللي مدي هالي يعني اول two letters اللي هما c والd يبقى cd line segment الcorrespond الليها هي cb line segment اوكي طب هو مديني cd هو مديني cd five مديني يبقى cb لا مش مديني cb يبقى من هنا ما قدرش يجيب ratio of enlargement ما عرفش الترينجل الصغير قد ايه من الترينجل الكبير اوكي طب هنبص من side تاني d e والba هو مديني d e لا مش مديني مش عارف اجيب برضو من هنا طب c e الكورسپوند d e هو c a c a مديني 4 والc a 12 يبقى ratio هنا عرفتها 4 to 12 يبقى small triangle third big triangle الترينجل الصغير tilt الترينجل الكبير يبقى اي side احب اجيبه من الترينجل الصغير هيبقى tilt ال side الكورسپوند d e من الترينجل الكبير والعكس الترينجل الكبير هيبقى three times الترينجل الصغير لو حبيت اجيب ال ratio نفس اللي احنا اجيبناه بترتيب الحروف c d هتبقى over الكورسپوند اللي ها اللي هو c b equal d e يبقى الكورسپوند side اللي لي اللي هو ba equal c e الكورسپوند لي هو c a كلام ده كله equal 4 over 12 طب هو عايز بقى ايه اول حاجة عايز b e ال b e ده مش side في اي triangle حتى مش موجود من ضمن side اللي احنا كاتبينها في ratios طب اجيبه ازاي اقدر اجيبه من b c او c b يعني لو جبت c b اقدر اشيل منها 4 اللي هي c e فتديني ال b e طب اجيب c b ازاي c b ده side في الترينجل الكبير اتفقنا باجيب side من الترينجل الكبير ازاي من الكورسپوند side ده اللي قدامه في الترينجل الصغير multiply by 3 يبقى هو عبارة عن c d الكورسپوند دي multiply by 3 يعني 5 by 3 اللي هي 15 سنتيمتر يبقى ال b e 15 اللي تلات عندي minus 40 ديني 11 سنتيمتر طب تاني حاجة طالبها d e d e decide في small ترينجل يتجاب ازاي يبقى الكورسپوند دي اللي هو b a اللي تحتيقه divided by 3 تبقى 6 divided 3 تديني 2 number 3 b a b c d is an i c trapezium in which a d parallel to b c طبقا فانا المسائل دي لازم تترسم هو مش طالب يعني مفيش درجة هاخدها على الرسم بس عشان حل لازم ارسم طب هو قيل لي ان b c twice ال a d 20 يبقى ال two parallel basis واحدة فيهم بتوينتي اللي هي الكبيرة والصغيرة بتن يبقى ال b c الكبيرة اللي تحت دي بتوينتي اد ال a d مرتين يبقى ال a d بتن اوكي ومديني ال a r about 180 find the length of its legs يعني ال legs اللي هما a b will cd will cd the two equal sides اوكي اجيبهم ازاي هم يديني ال area ومديني two pages من the two pages دي اقدر اجيب middle base الم middle base اللي في نص ما بين 10 وال 20 اكيد 15 تتجاب ازاي half by base 1 plus base 2 يعني half by 10 plus 20 تجيني 15 كده اجيبت middle base اقدر اجيب height اي height اللي هو سواء ae او df اجيبه ازاي height equal area divide middle base اللي انا جيبتها 15 يبقى 180 divided by 15 تجيني 12 كده اجيبت height ae طب علشان اجيب اللي مثلا اللي تكون a b اللي باللون الاحمر دلوقتي هو a b e ده مش راية angle triangle فيه side ae او height اللي انا جيبته قبل كده اللي هو ae بال12 والbe بكام الbe c كله بتوينتي طب من الbe للf 10 زي اه زي الاد يبقى الtwo sides التانين be والcf ببقية 20 يبقى 20 minus 10 equals 10 divided by 2 تديني كل واحدة فيهم ب5 يبقى الbe دلوقتي ب5 اقدر اجيب الab من هو عبارة عن 12 بلاس 5 سكوار هتديني 169 يبقى اقدر احطها تحت الاسكوار روت هتديني 13 سنتيمتر number 4 a two pieces of land have equal areas one of them has the shape of rhombus whose diagonals are 36 with 30 and the second trapezium whose height 20 الtwo pieces ادى بعض في الarea يبقى انا لازم اجيب الarea of rhombus وبالتالي الarea of trapezium هتوبقى ادى اعرف اجيب الarea of rhombus لانه مديني two diagonals يبقى تعويض مباشر في الرول area of rhombus equal half by diagonal one by diagonal two diagonal one by 36 وdiagonal two by 30 يبقى half by 36 by 30 تديني 540 كده جبت الarea of rhombus يبقى area of trapezium زيها برضو 540 هو اللي كان اعيل كده في البداية هو بقى مديني the height of rhombus يبقى عندي الarea والheight اقدر اجيب الميدل base ليه لان الarea middle base by height يبقى middle base area divided height يبقى 540 divided height الميدهول اللي هو 20 تديني 27 يبقى التrapezium كده انا عرفت فيه middle base became between 27 هو ميديني بقى ratio between the two bases the two parallel bases before to 5 يبقى ratio زي ما خدناها في primary 6 بنكتب a base one two base two two الريال الجهولي او اللي انا جبته middle base يبقى all base one to base two two middle base ratio 4 to 5 طب middle base in ratio middle base دائما في النص ما بين two bases يبقى اللي في النص ما بين 4 و 5 4.5 اوكي طب in real 27 يبقى اكتب تحت 4.5 27 ادرا جب base one يبقى 4 by 27 divided by 4.5 تديني 24 سنتيمتر base 2 او the second base 5 by 27 divided by 4.5 تديني 30 سنتيمتر يبقى انترية cross multiplication او رجيب the length of base one او the length of base two number five abc is right angle triangle at b ab3 and the length of the projection طب نرسم يبقى هلسم right angle triangle at b اهو abc و right angle at b مديني ab3 يبقى اكتب على ab3 سنتيمتر and the length of projection of ab الprojection of ab على الhypotenus ac ايه هو هو الad الlength of الprojection ده اللي هو الad 1.8 سنتيمتر find او الحاجة الbc ايه هو الbc the length of bc الside bc ده هو the other side يبقى انا علشان اجيب الbc محتاجة اجيب الhypotenus اللي هو ac يبقى الاول هنجيب الac ازاي ab square equal ad multiply by ac طيب substitute بالvalues بتاعة ab وبتاعة الad اللي هي 3 طيب طيب دلوقتي دلوقتي تاني حاجة عايز the length of projection of bc on ac الprojection of bc على ac قدر اجيبه بسهولة لو هو cd مش محتاجة ان انا اقول bc square equal cd by ac ليه ممكن اجيب cd على طول الac احنا جبناها ب5 والad جزء منها 1.8 يبقى cd ب5 minus 1.80 ديني 3.2 سنتيمتر او لو حابين نجيبها برضو عن طريق يبقى bc square equal cd by ac الbc اللي سه جابها 4 والac ب5 يبقى substitute عشان نجيب الvalue بتاعة lcd